هي احدى عمليات تخزين الحبوب هنا بمركب تخزين الحبوب بحيغ مراسن بنوزيان بتلمسان الذي يعد واحدا من احدى وعشرين وحدة لتخزين الحبوب المتواجدة عبر العديد من بلديات الولاية يحتوي على جزئين جزء مخصص لتخزين الحبوب الجافة وجزء الآخر مختص في معالجة بدور البقل الجافة الآن فيما يخص جزء مخصص لتخزين الحبوب وهو حتى طاقة استيعابه 400 ألف قنطار تحتوي تعاون الحبوب بقل الجافة لولاية الامسان على واحد وعشرين مركز تخزين حبوب الجافة موزع عبر تراب الولاية كما تم مؤخرا بفضل برنامج رئيس الجمهورية تدعيم الولاية بـ 8 مستودعات تخزين ثمانية مراكز جديدة لتخزين الحبوب موزعة على عدة بلديات بالولاية بطاقة إجمالية تقدر بمليون و400 ألف قنطار واليوم الحمد لله على بركة الله قمنا بتوطيد كل المؤسسات لإنجاز هذه المشاريع وهي موزعة على مختلف مناطق الولاية كما قلت عنها 8 مراكز إن شاء الله الأجال المحددة لإنجاز هذه المراكز هي 6 أشهر بغلاف إجمالي 200 مليار سنتين نتمنى هذه المشاريعات بعد إنجازها سوف تساهم من تحسين قدرات الولاية في مخوص تخزين الحبوب مراكز التخزين الجديدة تأتي تجسيداً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي مجابهة لمختلف التحديات المستقبلية ترجمة نانسي قنقر